قبيل أقل من ستة أشهر على إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في كانون الأول المقبل في العراق تصدرت المشهد في البلاد مطالبات بتفعيل قانون الأحزاب المقر عام 2015 وهو أول قانون تمت صياغته لتنظيم عملية تشكيل الأحزاب في البلاد وعملها بعد عام 2003 وتضمن القانون بنوداً عديدة بينها التمويل وبرامج الحزب وأنشطته ومشاركته في العملية السياسية وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة للقانون بشأن إهماله بعض القضايا المهمة ككشف الذمم المالية وأنشطة الحزب التجارية ومنع تأسيس الأحزاب على نطاق طائفي أو قومي عنصرية فضلاً عن الارتباط بالخارج إلا أنه أيضاً انضم إلى بقية القوانين المعطلات في البرلمان مفوضية الانتخابات أعلنت من جانبها أن أكثر من 260 حزباً وكياناً سياسياً ستشارك في الانتخابات المقبلة من بينها ميليشيات مسلحة عديدة شكلت أجنحة سياسية لها فضلاً عن أحزاب أخرى تمتلك ميليشيات مسلحة مرتبطة تنظيمياً بها أدرجت ضمن ميليشيا الحجد وغلبها من ضوية الآن ضمن الإطار التنسيقي ناشطون ومراقبون أكدوا الحاجة الملحة لتفعيل قانون الأحزاب قبل انتخابات مجالس المحافظات لمنع دخول المال السياسي وتهديد السلاح المنفلت في الانتخابات مع ضرورة مكافحة الفساد في دوائر الدولة لمنع تلاعب المال السياسي بمصير المجتمع مضيفين أن الأحزاب المتنفذة تعتمد على تمويل نفسها من خلال سيطرتها على الوزارات ومؤسسات الدولة فهي تعمل على تحويل تلك المؤسسات من الخدمة العامة إلى مؤسسات اقتصادية تعمل لصالح الأحزاب والكتل فضلاً عن اعتماد بعضها على التمويل الخارجي من إيران خلال المرحلات السابقة ووقع الحال يشيب بوضوح إلى أن الدعوات لتفعيل قانون الأحزاب ستبقى دعوات ولن تلقى أي ترجمة على أرض الواقع في ظل وجود حكومة السوداني المشكلة من أحزاب وميليشيات شاركت سابقاً في الانتخابات الماضية رغم وجود سلاحها ورفضها كشف مصادر تمويلها داخلياً وخارجياً ما يعني تعطيل هذا القانون وإبقاءه حبراً على ورق